السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اليوم ما يفقسك الفقاس في الخلاط الكهربائي بدون قصور ناجح 100% سهل مكونات بسيطة وطريقة سهلة في تحضير معلك إلا تابعي الفيديو من الأول تل الأخير باش تعرفي على جميع تفاصيل الفقاس كذلك تعرفي على الوصفة مضبوطة نحتاجنا 4 بيضات كاس عمر عنبة زيت كاس سانيدة كاس زنجلين كاس اللوز ملعقة حبة جميلة اختيارية ملحة وقرفة نصف الخميرة نصف زهر سكر وزهرة البرتقال نصف كاس الماء والمزهر نصف كاس 4 كاس المزهر 4 كاس الماء ثلاثة ثلاثة ديال البيضات في الخلط الكهربائي اللي بغاية ديال الميكسر ممكن أنه يديرو هذه البيضة الثانية والبيضة الثالثة نضيف لهم نضيف لهم شوية ديال الملحة نضيف كاس ديال السكر سانيدة كيف مقلت ليكومرا هالعبار عبارت بالكاس ديال العنبة نضيف لهم و ديال المزهر الامر و ديال المزهر مضيف و نضيف للمكونات جيد حتى ينساجم البيض مع السكر حتى يتغير اللون الخليط سوف تأخير و ديال الخليط المكونات يخلط المكونات خفيف ومهوي سكر زهرة البرتقال نضيف القرفة الخميرة الحلوة نضيف زنجلان نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف تاخليل المكونات فقاص خاصها تكون مخفيفة بزاف وما تكونش قاصحة كذلك بالنسبة للوز نص دياله درتو في الخالط في الأول والنص دياله خليته باش كان نقعده كما هو موضح في الفيديو كان قعدوها كوسط الفقاص باش مني كان قطع الفقاص كي يجيني اه بين وسط الفقاص ما كي يجيني شي حب الفوق حب التحت او الا شي وحدين ما يجيش فيهم الفقاص فعفوال لوز راح الفيديو شارح نفسه كيف ما كتشوفو يعني نص ديال لوز نص كاس مثلا ندرتو وص الخالط ونص كاس هو اللي بقيت كان ديرو وص ديال الفقاص هنا اخذيت صفار بيضاء مع شوية ديال قهوة سريعة الدواباء اللي خلطتها مع الماء باش كدت الدوب ما تبقاش حبيبات ودهنت هنا الفقاص البودانات كيف ما كتشوفو البودانات ديال الفقاص ما تلقوهمش باش ما يجيكمش الفقاص القيوغ وصغور وكدالك ما تغلضوهمش بزاف باش ما يجيكمش تاني الحجم ديال وكتر من القياس وبالنسبة اللي من اللي دهنتو كيف ما كتشوفو قدرت خوطوط وغندخلو الفران يكون بارد الفران ما يكونش نهائيا كان نشاعل من قبل نحط الفقاص ونشاعلو الفران وعد ندخلوه لي ونخلوه حتكي تنفق على خاطره واتكي طيب كتشوفو اللون دياله تحمر شوية ما تخلوش معجن باش من اللي كتكونوا تقطعوه ما يتعجنش ليكم وكدالك يلخفتوه انه يتططق ليكم مصد الفران تقبوه بالكيوغ قبل ما تدخلوه الفران من اللي خرجتو من الفران قدرت عليه وحد زيف يكون آآ فازق او اللي دي رفق منه بلاسيكا وتخلوه مودة كافية حتى كي برد يعني حتى كي برد مزيان مزيان إلا كنتو مزروبين عليه كتدخلوه لتلاجة باش كي برد ضغية إلا كنتو ما مزروبينش عليه من اللي احسن خلوه مودة كافية حتى كي برد مزيان وعد قطعوه بالنسبة لتقطاع ضروري تقلبو على الشي يعني موس يكون ماضي باش من اللي تكونو مثلا تقطعوه تقطعوه مرة واحدة يعني ما تبقوش تقطعوه تبقوه تديو الموس و تجيبوه تم ما فين كيتهرس و يعني وكي يخسر ليكم الموس يكون ماضي الفقاس يكون بارد وكذلك الفقاس ما يكونش طيب فوق القياس في المرة اللولة هنا من بعد ما قطعتوه غندخلو الفران من الفوق ومن تحت العافية شاعله والناقصه على نار مهيله باش كي طيب لي الفقاس المرة ثانية من الداخل ويجين اللون ديالو من الداخل محمر يلاجه هاتو عليه البوطة راه غادي تخطف واللون ديالو كي ولي محمر ولا كي لداخل ديالو كي ولي يبقى بيض وهذا ما كيخليش ان الفقاسي السامر معاكم مدة طويلة دغيا كي دغيا كييرطابو كي ولي بارد وفي هاداك البرودة يعني هاداك الريحة ديال البرودة حينت المكونات نحن في اللول ما حمرناهمش وكيبقوا خضرين يعني ما كتخلوش الفقاس للمرة الثانية يكون في الفران مدة طويلة ويجيوا هادو يعني اللوز وزنجلان وحبة حلاوة ونافع يجيوا مقرمشين من الداخل يعني هادو كاملين اسرال باش ينجح معاكم الفقاس هادا هو الشكل ديالو كيجي محمر وشوفوا هادو التوقوب الرقيقة اللي كيكونوا في الفقاس هادا رادال على انه ناجح كيجي مهوي مع هاداك فالدخلات اللي خلطناه كان هادا هولا فيديو ديال اليوم والوصفة ديال اليوم كانت مناتنا لإعجاب ديالكم وتجربوها إلى عجباتكم بطرطة جوة مع الأحباب والأصدقاء وما تبخلوش علي باللايكات ديالكم وبتعالقكم ومن هناك نقول لكم شكرا على المشاهدة إلى فيديو قادم وإلى وصفة قادمة بإذن الله